ترجمة نانسي قنقر حمد آل خليفة للقدرة لمسافة 120 كيلو متر المؤجل بسببه طول الأمطار وذلك في قرية البحرين الدولية للقدرة والمخصص للإستبلات الخاصة وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن سباق الإستبلات الخاصة على كأس سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة يمثل أهمية كبيرة للإستبلات الخاصة التي تسير بخطة ثابتة نحو المزيد من التطور والازدهار مما ينعكس على مواصلة ارتقاء القدرة البحرينية وتمثيلها المشرف في المحافل الخارجية بعد أن شكلت علامة فارقة في التطور خلال المشاركات الماضية والتي سجلت فيها إنجازات متعددة للمملكة وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الاستعدادات المثالية للإستبلات الخاصة تؤكد أن السباق سيشهد منافسة قوية ومثيرة في جميع مراحله ومن المؤكد أيضا أن يشهد إثارة وندية بين جميع الفرسان المشاركين هذا ونظم الاتحاد الملكي للفروسية وسباقات القدرة الفحص البيطري الخاص بالسباق بإشراف لجنة التحكيم واللجنة البيطرية وسط مشاركة واسعة من الفرسان وتم توزيع الأرقام على الفرسان مع إجراءات الوزن ورحب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بكافة الفرسان والاستبلات المشاركين متمني أن سموه لهم دوام التوفيق والنجاح وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن تقديره للدعم الذي قدمته الشركات والمؤسسات لسباقات الموسم الحالي للقدرة هذا وتحظى بطولة سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة وموسم القدرة بدعم حتى الآن من تمكين وشركة الشريف وهواوي وبنك السلام وشركة ألمنيوم البحرين ألبا وشركة أسكن وتزينت قرية البحرين الدولية للقدرة بشعارات الشركات الرعية موسيقى 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 موسيقى